وعلى الضفة الغربية حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد طفلين فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في مدينة جينين كما قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلية مخيمة جينين شمال الضفة بالتزامن مع محاصرتها مداخل مستشفيي خليل سليمان وابن سينة تصايد كبير تشهده الدفة الغربية مع استمرار تدمير البنية التحتية وحملات الدهم والاعتقال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خاصة في محيط مدينة جينين التي أعلنها الاحتلال منطقة عسكرية مغلقة ومع تواصل الاعتداءات دلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال وسط إطلاق النار كما داهمت القوات عدة أحياء وقصفت مصيرات إسرائيلية مخيم جينين شمال الضفة مما أصفر عن إصابة عدة فلسطينيين المستشفيات لم تسلم كمثيلتها في قطاع غزة حيث أغلق الاحتلال مداخل مستشفيي خليل سليمان وابن سينة بالمخيم ومنع عربات الإسعاف من المغادرة لعدة ساعات ووسط تحليق طائرات الاستطلاع أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وداهمت مخيمي عقبة جبر وعين السلطان في مدينة أريحة برفقة جرافة عسكرية ومنذ السابع من أكتوبر استشد أكثر من 230 فلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة وأصيب نحو 3000 بحسب إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية ترجمة نانسي قنقر